السلام عليكم في الفيديو ده هنجمع بعض بتاع البيتروسسيسنج على البروبلمز بورت طيب اول حاجة احنا عندنا في البيتروسيسنج هنتكلم على ثلاث حاجات وكل حاجة فيهم لها البروبلم بتاعتها فاول حاجة النيوز والاوتلايرز نوز والاوتلايرز احنا كنا قلنا عشان نعمل ديتكت الاوتلاير نستخدم حاجة من اتنين يا زات سكور يا ايكيو ار بيزد مثل فلازم اول حاجة نعرف بس ان في حاجة اسمها variance variance بتقعبار عن ايه s par 2 equal السمشن بتاع كل item او كل كل item او object minus المين بتاع الobjects التانين او مين بتاع ال values par 2 over n-1 طيب وفي حاجة اسمها standard deviation هي نفس الكلام بس square root الvariance فهتلاقي ان هنا الpar 2 راحت هنا بقت square root بيبقى كده square root submission لكل value minus المين بتاع ال values كلهم over n-1 بس في نقطة هل هتبقى n-1 ولا n ساعات كده وساعات كده ده بيبقى على اساس ايه؟ على اساس احنا لو بنتكلم او بنشتغل على samples عبارة عن population يبقى ساعاتها بنستخدم n over n لكن لو بنتكلم على sample واحدة فساعاتها بنستخدم n-1 احنا معظم الشغلة بتاعنا هنستخدم هتبقى over n تمام؟ طيب نيجي بقى نستشوف اول method عندنا وهي z score outlier detection methods z score z score ان احنا بنحسب المين وال standard deviation بتاعت ال data set بتاعتنا وبنطلع لها z score لو z score بتاعها greater than 3 او less than negative 3 ساعتها بنحسب ال point دي او ال object ده outlier نشوف المسألة اول حاجة احنا عرفنا standard deviation بتحسب ازاي اهو وعارفين المين بتحسب ازاي والz عبارة عن x ال x minus المين over standard deviation طيب المين اول حاجة عندنا elements هاي set بتاعتنا submission over عددهم ده المين تاني تمام؟ طيب عشان نحسب standard deviation نعمل بس كده standard deviation كان submission كل اكس ماينس الاكس مين part two over احنا طبعا بنتكلم على population مش sample يبقى over n وطبعا كله square root square root وبعدين نمسك احنا مش هنعملهم كلهم بس نعمل كم حاجة فيهم اول حاجة six اول حاجة six minus المين بتاعهم كلهم اللي هو كام؟ ten minus ten all power two plus ثاني value eight eight minus ten all power two وهكذا لكل ال elements over طبعا population يبقى n وفي الاخر هنطلع standard deviation standard deviation بتاعنا هيكون equal to تمام؟ طيب تاني حاجة هنحسب بقى الزاد سكور الزاد سكور احنا قلنا ان هو x minus المين over standard deviation طب ال standard deviation عندنا بتوع والمين عندنا بتن يبقى هنمسك كل x فيهم مرة six مرة eight مرة تن مرة 12 مرة 14 ونشوف الزاد سكور بتاعها اي فاحنا طلعنا الزاد سكور وزي ما احنا شايفين ان كلهم مفيش حاجة فيهم اكبر من three او اقل من نجاح من three فما عندناش اي outlier طب لو كان عندنا outlier ساعت هنقول ان ال point d او value d دي تعتبر outlier تمام؟ اللي هي ال value values d مش ال value اللي هنا يعني هنقول بما ان الزاد سكور بتاعها greater than three او الزاد سكور بتاعها less than three than ال point d outlier نفس ال example هنا عملنا نفس الكلام تمام؟ طيب نيجي التاني ماثود وهي ال inner quartile range او ال iqr ايه ال inner quartile range دي ماثود عشان نعمل detect اول حاجة لازم نعرف ال range ال range ده هو difference between highest وال lowest values في ال data set فلو عندنا ال data set دي اعلى value فيها خمسة واللي value فيها اتنين فال range هيكون three طيب المفروض عندنا ال range ال scale بتاعنا او ال range بتاعنا بيتقسم ليه خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين هنا ده بيكون q1 هنا q2 هنا q3 احنا بنحسب q1 و q3 علشان نطلع ال value بتاع ال iqr تمام طيب وبعدين عشان نحسب ال outliers لو لقينا ان في point distance بينها more than 1.5 iqr iqr value من q1 distance دي 1.5 iqr iqr ساعتها دي هتبقى outlier iqr او هنا بزيادة 1.5 iqr تمام طيب لو اكتر من 3 iqr ساعتها هيبقى extreme outlier يبقى هنا احنا عندنا two types of outliers moderate way extreme الاكترين لو بعيدة اقابل q1 او بعد q3 ب3 iqr وهنشوف ال iqr دلوقتي هنحسبه ازاي ونشوف ال example عندنا عندنا data set مكونة من 10 ارقام اول step احنا بنرتب الارقام دي بنرتبها ascending order زي ما شفنا فبعد ما رتبناهم from smallest to biggest ascending order هنشوف هنقسمهم فيه طريقتين عشان نطلع q1 و q3 فيه طريقة ان احنا نقسم values اللي عندنا two parts two halves و بعدين هنختار middle item او median بتاع set دي ففي q1 هناخد first half وهنلاقي ان ال element في نص هو الثلاثة فيبقى هو q1 equal 3 وفي q3 هنلاقي ان middle element هو ال 8 فهنبقى q3 equal 8 فيه طريقة تانية بس ناخد بالنا عشان ما نطلع باش دي بتشوف ال position بتاع ال item بمعنى عندنا هي ال item لازم تكون مترتبة ال q1 بتبقى equal q1 equal لو الطريقة دي هتلخبط خلينا في الطريقة دي بس هقولها برضو عشان فاكرها وكان بيحلي بيها قبل كده ان ان عدد ال element plus one times one over four تمام وال q3 نفس الكلام and plus one times three over four ولو عايزين نعرف ليه one over four وثري over four لو جانا نبص بص هنا هنلاقي ان q1 عدد من one over four الربع او ال 25% من من ال scale لكن q3 ثلاثة ثري over four تمام طيب وبعدين الرقم اللي بيطلع ده ما بيكونش ال value اللي هي هو بيطلع ال position بتاع ال element يعني هنا هيطلع لنا رقم اه two هنا هيطلع لنا رقم one two three four five six seven eight eight هيطلع لنا eight فساعاتها هنمشي هنشوف هنعد ونشوف ان ال element ده هو انهي value هي بالصدفة ان الرقم two هو نفسه two وايت هو نفسه eight بس ممكن يكون values مختلفة فعندنا الطريقة دي والطريقة دي تمام بعد دلوقتي بعد ما جبنا ال q1 و q3 هنحسب ال iqr ال iqr اتفقنا ان هو ال q3 minus q1 هيطلع لنا v5 بعدين عايزين نحسب بقى ال lower bound وال upper bound اللي على اساسهم لو هو تحت ال lower bound ال value بتاعته تحت ال lower bound ساعتها outlier ولو هو فوق ال upper bound يبقى هو outlier تمام فزي ما اتفقنا ان هو كنا بن لو lower bound اللي هو قبل ال q1 one point five iqr ولو هو upper bound يبقى فوق ال q3 one point five iqr ولو لاحظنا هنا بنقول q1 minus قبلها one point five iqr لقد لنا ال value دي وال upper bound plus one point five iqr من q3 تمام تمام فساعتها هنشوف ال data بتاعتنا كده هل في data اقل رقم اقل value بتاعته ال negative four point five لأ طب فيه رقم فوق ال fifteen point five اه فيه 20 يبقى ال 20d outlier تمام نفس المسألة هنحسب q1 هنحسب q3 ال iqr تمام وبعدين برضه ممكن يطلب ان عايز المدريتد outlier وال extreme outlier في المدريتد outlier احنا هنعمل زي ما عملنا فوق ان هي ال lower bound و upper bound ب one point five لكن واحنا بنعمل extreme outlier هنعمل نفس كلام بس مش one point five هنعمل three تمام فاقلما نعمل three ساعة احنا انتفقنا الاكسترين بيبقى بعيدة ب three iqr و المدريت بيبقى بعيد ب one point five او اعلى من one point five تمام بس كده نفس المسألة q1 q3 وال iqr وعملنا ال boundaries اللي هو ال upper bound او lower bound المدريت ب one point five الاكسترين three ماشي بس كده ندخل ع حيطة data transformation ال data transformation ما فيهاش ما فيهاش مسألة بس هو كل اللي علينا ان احنا بعارفين ان هو لو ادانا data ويقول لنا نستخدم transform type لازم ناخد بالنا من ال data دي لو فيها zero values ما ينفعش نستخدم one over x ولا lin او log لو فيها negative value ما ينفعش نستخدم square root او x power two تمام طيب ندخل على مسألة النورماليزيشن النورماليزيشن بسيطة جدا وليها طريقتين وانا شايف ان الطريقة دي هي الافضل وهي ان انا بمسك اول حاجة column column او feature feature بشوف الماكسيمم فاليو بتاعته هنا كام عندنا الماكسيمم فاليو كام five طيب والمينمم فاليو كام zero حلو حلو ونروح عاملين الاكوشن دي الاكوشن بتقول ان انا هحط element وبعدين همسك element element هحطه مكان اكس هنا واعمله minus المينمم فاليو هنا المينمم فاليو كام بزيرو over maximum minus الماكسيمم بفايف minus المينمم بزيرو فهمسك اول element five هحطه هنا five minus zero بكام بزيرو ابي five over five minus zero بكام total بone يبقى هعوض عليها هنا بone تمام طب هنا ناخد two الزيرو طبعا هتطلع بزيرو التو two minus zero بـ two over five two over five ب zero point four five نفس الكلام التو نفس الكلام وهكذا هنعمل نفس الكلام لكل كولم لوحده وبنشوف المينمم باليو والماكسيمم باليو في الكولم وبنطبق اكس ماينس المينمم over ماكسيمم ماينس المينمم تمام ماشي ده بالنسبة للنورماليزيشن طبعا ممكن يطلب ان احنا نجمعهم في الاخر عشان نوصل للتارجت فانكشن ممكن يقول ان هو محتاج ويت الفيتشير فيه معاني التانية كل اللي هنعمله هنعمل الويت ده تايمز الفيتشير دي ونعمل سميشن عادي جدا ندخل بقى على الداتا ريداكشن في الداتا ريداكشن هنستخدم البرينسبل كومبوننت اناليسيس البرينسبل كومبوننت اناليسيس ده هناخد اجزامبل دلوقتي وهو ان احنا عندنا 5 امليز 5 امليز دول شغالين في معرض عربيات وفي كل واحد فيهم باع عربيات فيه 2 كاتيجريز فيه البريميوم وفيه الايكونومي فالمفروض ان فيه بونس والبونس ده هيتوزع عليهم على اساس المبيعات او الشغل بتاعهم طيب احنا البريميوم ده المفروض يعني هيتحد على اسئل بونس هيتوزع على اسئل بريميوم والاسئل ايكونومي طبعا والموضوع كان هيبقى اسهل لو كان عندنا فيتشير واحدة بس بما اننا عندنا كذا فيتشير او multiple dimension فساعتها هيبقى الموضوع صعب فهنبطر نعمل ايه dimensional reduction فالdimension reduction بيكون بهذه الشكل الاتي اول حاجة احنا عندنا الجدول وعندنا ال two features عندنا X1 و X2 عشان نطلع على الفيتشير الجديدة اللي هي هنقول ان هي زد هنحتر نعمل زد دي هتكون equal X1 times phi1 plus X2 times phi2 تمام والفي دي هيكون مديها لنا في المسألة اللي احنا هنحلها في الاول تمام ونشوف هنعمل ايه الحاجات دي هنرجع لها تاني بس نبص بص صريعا هنا كده ففي المسألة اللي هنا احنا عندنا X1 و X2 وعايزين نعمل لهم dimension reduction فعندنا زد والكوفيشن اتفقنا ده 0.32 تال X1 0.95 تال X2 هنروح عاملين ماتريكس ماتريكس فيها record بتاعة X1 و record بتاعة X2 وبعدين الكوفيشن بتاع X1 وكوفيشن بتاع X2 هنعملهم times بعض تمام فال.product هنعمل ايه الرو في الكولم 1 times 0.32 plus 3 times 0.95 هتطلع علينا الرقم ده وبعدين 1 times 1 times 0.32 plus negative 2 times 0.95 هتطلع علينا الرقم ده واخر واحد اول الامت ده times ده plus الامت ده times ده هتطلع علينا اخر واحد وهو ده الفيتشر الجديدة او الفيتشر الجديدة بعد ما عملنا dimension reduction ل X1 و X2 تمام؟ باشي. في ريماركس لازم ناخد من ناخد بالنا بينها ان احنا لو عندنا straight line path through the origin and projections of the centered coordinates of initial objects on which have the largest sample variance is called the first principal component and designed by PC1 احنا عندنا method اسمها first principal component اللي هي PC1 هو ممكن يطلب مننا ان احنا نحلها دي بيكون شرطها ان ال items بتاعتنا او ال object بتاعتنا تكون centered تمام؟ و هنشوف دلوقتي ازاي نعمل لها centering طيب و عندنا ال unit direction vector اللي هي الفاي دي اسمها ايه؟ بتاع ال first principal اسمها loading vector of the first PC تمام؟ و طبعا لو عندنا two dimensional زي المسألة بتاعتنا هيبقى عندنا فاي 1 و فاي 2 احنا كان بيقول ال dot product او ال product بتاعتنا هيتعمل ازاي؟ دي المسألة بتاعتنا دي المسألة كان طالب يقول ايه؟ اول حاجة ان centered object feature فهو حدد من الاول ان هي centered تمام؟ و use the first principal component فاحنا عملنا عادي بالطريقة العادية بس كان لازم نتأكد ان هي centered طيب هنشوف ال example هنا اللي هو ال example بتاع sales بتاع car sales هنلاقي هنلاقي ان ال data بتاعتنا مش centered ان هو ما قال ناشن دي data centered تمام؟ طيب ازاي نخليها centered؟ ببساطة هنجيب المين بتاع x1 او المين بتاع x1 9 والمين بتاع x2 23 وهنعدي على كل feature نعملها ماينس المين فدي هتبقى ماينس 9 ماينس 9 ماينس 9 كل دول ماينس 9 وهنا ماينس 23 ماينس 23 لغاية الاخر فيبقى كده بنعمل المين ماينس المين بتاع الفيتشر دي فال data بيبقى شكلها من كده بقعدة centering بتبقى كده فكده شكل ال data بتاعتنا بعد ما عملنا لها centering طيب بتاعتنا او الماتريكس بتاعت ال F اللي احنا كنا لسه عاملينها بعد ما عملنا centering dot الفانكشن وهي معمول لها transpose transpose dot function sorry transpose dot function يعني ايه transpose يعني لو ملاحظته الرو بيبقى كولم الرو بيبقى كولم الرو بيبقى كولم plus 3 element من هنا times الايلمنت ده plus ده times ده plus ده times ده عشان في الاخر يديني الايلمنت اللي هنا طب عشان نجيبي اللي تحت ده ده first column second row يبقى هنا ده second row ناخد second row وfirst column ده times ده وهاكزا نفس الكلام لغاية ما نكون الماتريكس بتاعتنا وفي الاخر نعملها times one over five ده ماتريكس بتاعنا اللي هي السيتا طيب لغاية دلوقتي احنا مصلناش للفاي فيه step تانية بنعملها وهي ان احنا بنجيب ال eigen value ال eigen value اللي هي السيمبل بتاعتها لاندا بنجيبها عن طريق الرول ده الرول ده بيقول ايه انه determine determine بتاع السيتا minus لاندا في ايه ال اي ده هو اليونت فيكتور اليونت فيكتور ده اللي هو بيبقى ايه الدياجونال بتاعه فلما نعمل الاندا times الدياجونال value هنلاقي ان كل الاندا فعشان كده لو ملاحظين ان الاندا معمولة على الدياجونال بس ده الماتريكس اللي كانت هنا وان اوفر فايف هنلاقي ان كل من دول هي مكتوبة اهي اينتين اوفر فايف اهي اينتين اوفر فايف اهي اينتين اوفر فايف اهو دي سيتا بتاعتنا هنعملها ماينس اللاندا وملاحظين اللاندا قولنا ان هي عالدياجونال عشان هي معمولة times اليونت ماتريكس برضو عشان لو حد هتلخبط من اليونت ماتريكس والكلام ده كله كل عينينا هنوزع نيجتيف لاندا على الدياجونال بتاعنا تمام؟ طيب في الاخر عشان نحل الديترمنت لو نرجع نفتكر بس الديترمنت كان بيتحل ازاي بنعمل الدياجونال times بعد minus الدياجونال times بعد الدياجونال تانيين فده times ده minus ده times ده زي ما احنا شايفين هنا ده times ده هو minus 19 اوفر فايف times نفسها ليه power 2 equal zero هنوصل بيها ان احنا هنطلع two values للاندا هنطلع لاندا 1 ولاندا 2 هنطلع كده ده كده تاني step يعني احنا كده او مش تاني step اول step احنا عملنا centering للداتا ونتأكدنا سواء لو هو كان اي لنا انها يسنتر دي بخلاص بس اول step check centering of data تاني step هنجيب ال covariance matrix ده تاني step ده اول step اه بعد ما نجيب ال covariance matrix اللي هي السيتا هنروح جايبين الـ اللاندا بعدين رابع step عشان نجيب بقى الفاي بتاعتنا رابع step هنطبق الرول ده اللي هو سيتا في فاي equal لاندا في فاي فاحنا معانا السيتا هنروح حطنا على طول وبما ان احنا عندنا ده two dimensional فاحنا عندنا two fies five one و five two طيب equal تمام times اللاندا اللي احنا جبناهم في برضو الفاي بتاعتنا ففي الاخر هنوصل لايكوشن وايكوشن عادي نحلها هنطلع بال two variables five one عالكالكليتر five one و five two هنطلع بال values بتاعتهم ايه تمام بس كده طيب في مسألة تانية عندنا اسمها reconstructing feature based on principal component ببساطة كل اللي علينا نحفظه الرول بتاعها عندنا كان لما يكون عايزين يجيب feature جديد الفيتشر الجديدة او نعمل dimension reduction كان عندنا two features اهم والفاي بتاعتهم او ال coefficient بتاعهم وبنطلع بالفيتشر الجديد ايه طيب علشان اه solve the opposite problem two of reconstructing the initial feature هنستخدم الرول ده الرول ده ببساطة بيقول ايه بيقول ان احنا هنجيب الزد اللي هو اللي احنا طلعناها times الفاي ترانسبوزد يعني هنجيب الفاي نخلي الرو كولوم وكولوم رو ترانسبوز plus الاكس مين بتاعهم الاكس مين نحن هنعمل المين بتاع ده نحطه على الكولوم كله والمين بتاع ده نحطه على كولوم كله وهيبقى بالشكل ده هتتحل عادي وكده هتكون حلنا مسألة reconstructing features فهنشوف ما هو مسألة هنا بيقول نعمل reconstruction features زي ما شفنا المسألة موجودة هنعمل ومعنا الفاي هنجيب الزد بعد ما هنجيب الزد هنروح عاملين ترانسبوز للفاي وبعدين نعملها plus ال اكس مين دوت يعني اتنين دوت دوت بعض بس كده اه اتمنى اكون فتوكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي موسيقى